موسيقى انه الاسماعيلي فاء انه الاسماعيلي بعد عن الخطر كنا منتكلم في فترة غيبة والاسماعيلي جوه الخطر جوه جدا الخطر الان الاسماعيلي وجميع الاسماعيلي تسعد بحل الاسماعيلي اللي تحسن لسه مش هو ده الاسماعيلي بس الامور تحسنت اكيد موضوع صعب ان انت تتكلم في ان الاسماعيلي يعني ان احنا نفرحانين دي الوقتي ان الاسماعيلي ان الاسماعيلي نجا من الهبوط رغم إن ده واقع عشان نتكلم بالميار ده الآن ده واقع وكان موجود لكن أعتقد الحمد لله رب العالمين إحنا كنا في كل مقابلاتنا وفي كل كلامنا كان عندنا ثقة كبيرة إن نادر إسماعيلي وقلنا مرات كتيرة نادر إسماعيلي بالتحديد كريم كده الإسماعيلي عنده لعيبة مع كل الاحترام لفرق الدولي أحسن من تلتين فرق الدولي أقل حاجة أكيد طبعا طبعا وده بينه بتاعه كده الإسة بس كان محتاجة شوية تنظيم وشوية هدوء وشوية استقرار أعتقد إنه هم كانوا موجودين فترة اللي فاتت وتوفروا بشكل كويس جدا لحمزة الجمل والجهاز الفني وحسني ونيوي ودايما بقوله أيمان كمال وحمص وسادة وفي كلهم كلهم وجهاز طب قدري حاجة محترمة ناس اشتغلت في ظروف صعبة وكانوا مصممين وهم ده دايماً يا كريم أقول له ده ولاد النادي الإسماعيلي صح ولاد النادي ما بيجوش أبداً غير في مشاكل بالزبط أبداً مش هتجيب مدرب أحد كده كل مدربين النادي الإسماعيلي صح اللي حتى بيقابلوا هجوم ساعات كتيرة أنت نفسك تعرضت المواقف زي دي كتير يا كابتن عشف تعالى عايزينك تشيل المسؤولات دلوقتي عشان الإسماعيلي موقفه صعب فلان تعالى كابتن فلان تعالى شيل المسؤولات في وقته صعب كلنا كريم حتى السنة دي أنا أنا كان بقالي أربع سنين ما دخلش النادي يعني وكذا مرة رفضت وبتاعه كده مش عشان أي حد فينا بيهتمني أنه هو يشتغل أي حاجة في النادي الإسماعيلي لأن احنا عندنا حب بجد للنادي وإحنا كلنا يعني وإحنا صغيرين أنا من عشرة سنين وأنا في النادي الإسماعيلي صحيح متربي ناشئ وكده ففي الآخر خلاص بتشتغل لكن الناس لازم تعرف وأعتقد أن كتير من جامعين النادي إسماعيلي ومحبين اللي هم بجد عارفين الناس بتضحي إزاي والناس لما بتشتغل بتشتغل عشان تعمل أحسن حاجة إزاي ده اللي بيكملوا حمزة الجمل أولادي نادي اللي فاتوا كلهم بداية من نعمات سليمان لمحمود جابر مع كل احترام الألقاب يعني ومحمد وحبة كابتك كبير العجوزة وبطالب يعني ناس كتيرة اشتغلت بشكل مميز وفي الظروف صعبة جدا جدا صحيح وبدون أي مبررات لكن الغالبية لا عارفين بقيمة الناس واشتغلت بأرقام عاملة إزاي وعملت إيه طيب عشان ما يبقاش الموضوع اللي في الإسماعيلي دوت مجرد مسكن لجمعين النادي الإسماعيلي وأكيد فيه أخطاء فيه مشاكل وفيه حاجات ما تعملتش كويس وصلت الإسماعيلي اللي كان وصله في الفترات الماضية وأقول إنه وصله لحد الوقت كده يعني أنا ما حدش يرضى للإسماعيلي إنه يبقى في المكانة دي إيه المشاكل اللي قدر الكابتن حمزة الجمل يتخطاها شوية وإيه المشاكل اللي لابد لها من حل من اللحظة دي عشان المسلم الجاي ما يكررش الكلام ده وحلو إنه هنقوله الكلام ده دلوقتي والإسماعيلي وقف على رجله أحسن ما نقوله والإسماعيلي في موقف يعني سيء اتعودت دايما وأنا معاك إنه أنت بتقول حاجات والله ولا متفقين على حاجة ولا كده لغا أنت بتقول حاجات أنا نفسي أتكلم فيها شرف ده أمان والله ده شرف ده حمزة الجمل مسك في الظروف صعبة لكن هو كان عنده ثقة وهو عارف ومحل لأن حمزة مدرب بيشتغل ما بيشتغلش عشوائي صح وصدقني والله العظيم مدربين نادي الإسماعيلي مدربين متميزين جدا جدا صح في كل حاجة صح فحمزة أنا عارف بيحلل وحسب الأمور وحلل الأمور وهو متأكد وعارف إن الكواريتي اللي معاك كواريتي كويس جدا صح كان بيقابلنا سوق توفيه كان بيقابلنا أمور كتيرة تغيير مدربين حاجاتها كريم صعبة صح من بتوصلكش لأحسن حاجة في الآخر صح اشتغل بهدوء بقفل على نفسه وعلى لعيبته مع حسني عبدربو مدير الكورة حاجة محترمة جدا جدا طبعا اسم كبير وكان مؤثر جدا جدا مع لعيبة وليه دور كبير جدا جدا صح بقيت الجهاز بقى حد سولى حرج أحمد إناوي حمص أيمن كمال سيد توفيق كلهم أنا أنا كلهم حبيبي وعلى طول يعني بنتكلم وكده لا بيشتغلوا واشتغلوا وقفلوا وصمموا والحمد لله رب العامين الجهد الجهد يا كريم والتعب والتحليل والتفاني بيجيب نتائج في الآخر وبيجيب توفيق كمان طبعا التوفيق يقعد يقول لك أصلي ما فيش حد موفق ما بيشتغلش صح ربنا هي حكمة ربنا كده بالظبط ربنا حكمته الجهد أيوة صح كده تجتهد هتاخد أحسن حاجة صحيح هم اجتهدوا وتعبوا واشتغلوا عشان كده في الآخر خالص تيجي في ماتش زي بتعلي التحدي ده تروح جاية في القائم وطالعة مش عارف ايه كده كده ليه لأن هم الناس بتتعب وبتشغل بنظام وفده الشق الأول من سؤالك اللي مهم كابتن حمز الجبل وعمل ايه الشق الثاني بقى اللي هو أنا شايف انه هو الأهم صحيح مطلوب دلوقتي الناس تبطل تشاور على بعض أصلي دول جابوا ودول راحوا لأن الكلام معروف في اسماعيلية كلها وبعدين ما يصحش ممكن توضعها كابتن حتى معاتش حلو هؤل لك أنا يعني الكلام كتير أصلي أنا كنت موجود في لجنة فنية كنت في جهاز بعد كده مع مستر براون وكانت فترة مش حلوة جدا لها خالص يعني رغم الحمد لله النتائج كانت كويسة جدا جدا في الفترة الصغيرة اللي اشتغلتها يعني صحيح لكن في الآخر أنا بوضح إن ما ينفعش نقعد نطلع وكل شوية أصل اللجنة الفنية اللي جابت اللعيبة 11 اللعيب لا مش عارف ايه الإدارة نفسهم عارفين إيه اللي حصل في المنوع ده وأنا شايف إن هو مش محتاج مشاورة مش محتاج أنا أقعد أقول لهم اللي جابوا وهم أقولوا لا ده دول اللي جابوا هتقصوا إنه ده مش وقت إن إحنا ننمي المسؤولية على بقى لا خلاص الحمد لله ربنا أكرم الفرقة فرقة عادت وده كان كلام كله بيتقال لكن خلينا عشان أنت قلت كلمة كويسة جدا يا كريم عندنا مشكلة كبيرة عشان ما يتكررش الكلام ده وتلاقي نفسك في سنة بالسنين بتقع طوبة في المعطوبة وتلاقي النادي الإسماعيل لإسم الكبير اللي الناس كلها بتحبه وبتسنده يبقى عنده مشكلة في نزول ولا كلام من ده فلازم النهاردة تحلل والناس كلها وقفة وبتحب والناس كلها سعيدة بالحالة اللي موجودة يبقى فيه هدوء فيه هدوء يعني أنا بعد إذن كابتالي شرف وآسف للمقاطعة فعد الله حبيب إنه المفروض أنا استغربت من حد إنه بعد الامتصال الأخير على الاتحاد وإن أنت بقيت في موقف آمن شوية في جدول ترتيب الدولة الممتاز لو مبتهدى ما لقيتاش هدية تصريحات من رئيسنا دي ممكن استقالة تصريحات من حسني عبدالرب والكابتال الكبير حسني عبدالرب وباستقالة أجمعات دي الأمور دلوقتي المفروض بقى إيه خلاص دي هدية أنا أفهم إنه الكلام ده ممكن يحصل في وقت إن الفريق في أزمة فكله مش قادر يعني فيه ناس ما بتتحملش الأزمات أو متحملش الضغط فتقول لك أنا أنا عايزها مش لكن الأمور هدية فقعد رتب أوراقك للموسم الجديد ده كلام محترم الأمور صعبة معروفة مطلوب فلوس كتير معروف لكل لكن لكن مش هتتحل بالكلام ده هتتحل بالهدوء صح وبالاستقرار وبالزكاء وكل حاجة بتمشي الناس عندهم في اسماعيلية ما بتقابلش حد لما يقولك يفتحه ساب وندفع والناس كلها بتحب النادي بجد وعندهم استعداد يعملوا أي حاجة عشان قطر النادي لكن الأساس إن إحنا لازم نفكر عشان ما عصلش الكلام ده طيب إحنا جبنا لعيبة في فترة الانتقرات الشتوية اللي هي أنا عارف إنت موسوع ما شاء الله وعارف كل حاجة هتلي كده يا كريم في يناير فريق في مصر كلها جاب لعيبة جديدة ولعبة مش هتطلع كده شوف هتتفكر هتفكر كتير كمان صدقني والله من الوحيد عشان بس أنا عاجبني اللي عيبنا عشان على ذكر كلام حرارك في تقرطه دوقتي بلاتة طولية اللي بيلعب في البرامد لفصة الملعب شوفت دعيب ممتاز ده من البطولة الأفريقية وبعدين بتتكلم في إيه كمان بتتكلم في الفلوس بتتكلم بتتكلم جايب لعيب منتخب بوركينا فاسو بتتكلم في فلوس معاك فانت حتى ساعات يبقى معاك فلوس وما تعرفش تجيب أحسن حاجة لأن الانتقالات الشتوية دي ما بتفرس أحسن حاجة ده في العالم كله مفيش حد الله ينوره في العالم كله حد بتتكلم بتتكلم على نظام كده فخلينا نحط الكلام دي كله على جنب عشان ينادي الكبير اللي كلنا بنحبه وبننتمي ليه كلنا وكلنا واقفين الناس كلها تحلل وتقف كده وتعالج لأنه هيبقى عندك مشكلة بعد كده انت فيه قيد لسه الغد الوقتي فيه مشكلة لو ما تحلش هيبقى عندك مشكلة كبيرة الإسماعيلي عنده مشكلة في القيد بسبب وبعدين اللعيبة لو فردت في اللعيبة جاءت انت هدوبك كده فلازم تقعد تسيب الكلام دي كله وما تقولش دلوقتي الصراحة انا هسيب وانا همشي انا هعمل انا كده انا كده انا هجيب وبعدين مهم قوي خلينا نتعلم من اخطأنا المنطبي كريم ده في العالم كله انه هو يجيب لعيبة المدير الفني والجهاز الفني هم دول طالما انت جددت الثقة وما تطمن لانه الشغالة هم اللي اختاروا الرجل بعارف هيلعب ازاي وبطريقة لعبه ايه ومحتاج لعيبته ايه وهو اللي فصل لعيبة وعارف انه مش هيحتاج فلان وهيحتاج فلان فلازم خلينا بقى نعدي الحتة دي لان الحتة دي مش حلوة وبنيجي في الاخر بنتكلم اصلا دول اللي جابوا دول لأ دول اللي جابوا ايه يا اخلينا ندي العيش لخبازة شابتان عشرف خلينا خلينا نبقى اكثر وضوحة تمام وهي معروفة هي الف بي تمام لانه الجهاز الفني زي ما حالك قلت ولجنة فني هما اللي بيشتروا اللعيبة ده معروف هل اسماعيلي دلوقت الرئيس النادي هو اللي بيشتري اللعيبة مع وكلاء لعبين بيحصل في بعض الوقت هو الفترة اللي فاتت يعني هو فيه اتنين لعيبة اعلنوا عنهم انا ما عنديش معلومة اذا كان حمزة موافق عليهم ولا لأ لكن انا واثق انه لو حمزة والجهاز مش موافقين لأ مش يردوا يعني وكده فلكن هو طبعا زي ما حالك برده قلت خلي بالك كريم اللي جنة الفنية في العالم كله رأيها بتيجي بتجيب وتودي المدير الفني ايه رأيي استشاري اه اه الرأيي الاخر للمدير الفني اللي هو زي ما انت بتشوف كده بس المدربين اللي هما ما بيكلوش عايش يعني مدرب محترم انت بتكلم في فبريرا النهاردة بيقول هو أحد التين تلاتة لان في الكرة دلوقتي السنة دي أثبتت في الدور المصري المدرب هو الأهم في المنظومة ما تيجي تتكلم على ظروف نادي الزمالك ومشاكله لا فييرا النهاردة عمل أحسن حاجة طبعا فبالتالي لا المدرب المدرب مهم اه اللعيبة مهمة جدا والإدارة والمساندة حتى في العالم يقول لك هو ما اسمه مش مدرب هو اسمه المدير وعلى فرنس هنا اسمه المدير الفني هو المدير بتاع كل حاجة هو المدير الأمور الفنية هو مدير اختيارات اللاعبين هو المدير بتاع الفريق في رئيس نادي وفي مدير فريق انت عارف يا كريم بيسموه دلوقتي بره يقول لك ايه زمان كان يقول لك المدير فني مسئوليته الأسية إدارة المباريات دلوقتي لا إدارة الفريق دلوقتي اسمه إدارة الفريق انت عارف ان هم بيتحكم المدربين في الاقتصاد بتاع النادي لازم يعرفوا النادي عنده عمل طبعا بالظبط فهو المدير الفني هو صاحب يقال الأول والأخير بس المدير الفني المثقف العقلية اللي هو مدير فني تقيل يعني يقدر يدير النادي كله ومش يدير مباراة الإسماعيلي عانى على مدار مواسم طويلة من فكرة الاستغناء عن نجوم كبيرة كل ما الإسماعيلي يفوق شوية ويطلع له اثنين او تلاتة او اربعة لعيبة تيجي مجالس إدارات وتستغنى عن اللايب وجميل الإسماعيلي هي اللي بتعاني وصراحة شديدة انا بحط نفسنا كريم مكان إدارة إسماعيلي اي إدارة إسماعيلي طبعا انا ببيعش يبعندي موارد يعني هو جميل اكيد مش هترضى بس انا كأدارة هدفع للباقي لازاي في اسمين في الماركت دلوقتي متدولين عبد الرحمن مجدي وبهر وبهر المحمد منهم واحدة انا عارف انه مضى يعني عبد الرحمن مضى الفريق تمام وقلته انا قلت انه مضى للزمالي بس طبعا لسه الإسماعيلي موافقش عشان برضو بقى الخبر صحيح الإسماعيلي ازاي يقدر يحافظ على لعيبته في وسط الأزمات المالية الكبيرة دي وانا عايز اقول الكلام ده عشان يبقى قدام الجماعيين النادي الاسماعيل عشان يبقوا فاهمين الوضع بيبقى عاملت ازاي هي معادلة صعبة برضو عشان نتكلم بالحق الكورة مصرفها كبير صح و هنا مش عايزين احنا عارفين الدولة برضو عندنا ظروف وكل الكلام ده كله بتاع لكن مفيش حل غير ان الاندية الجماهرية خصوصا اللي ما عندهاش حد بيصرف عليها بتكلم المصري ما شاء الله الاستاذ مستر كامل ابو علي راجل اعمالي وراجل يعني يقدر يساعد الدنيا اوه وبيني وبينك انا انا مش عايز الاندية الجماهرية دي يصرف عليها رجاء الاعمال انا عايز الاندية الجماهرية دي بقى عندها موارد يبقى تعرف يعني انا مش عايزها مثلا ايه سين النادي الفنية دوت مع رجل اعمال فبيصرف شوية لو راجل ده مش موجود النادي يقع لانا عايز النادي يفضل عايش مش بقى اشخاص يبقى لازم يفكروا بقى يبقى لازم يفكروا ولازم يعني يبقى فيه تعدد للمدخيل لازم النادي الاسمين دي نادي كبير لو اتعامل تشيرت النادي تتعامل بصورة كده بصورة زي ما العالم كله بيعمل تشيرت النادي ويتباع اسماعيلية كلها قصة من بالله ففي حاجات ممكن تتعامل افكار بسيطة او سهلة لان موضوع بيع اللعيبة قريم السنين اللي فاتت كلها كنت بتبيها بس كان عندك قطاع بيطلع وكان عندك الدنيا بتقدر بتتزبط وكبرده بيحصل مشاكل انت بالك عشر سنين بيحصل لك مشاكل مع عدة سنة بتعدي صابر دي اللي خدت فيها المركز التالي لكن كل السنين عملت اتكلم في تاسع وعاشر وكذا في تفاول طويل وقت في المشتوى وفي النتائج وفي التركيب عندك مشكلة كبيرة فدلوقتي خلي بالك لو ضحيت بعناصر اساسية اشوف ايه متباهرة على المحمدي في الفرقة وكياته للفرقة ولا لا حاجة معلش برضو نفس الكلام عبد الرحمن انت بتتكلم مع رحمن ومدبولي يعني والشامي فيه كاملة عيب كده مشكلة كبيرة فانت كمان لو مفيش قيد دول ممكن يمشوا هتبقى عندك مشكلة اكبر واكبر يعني فانت بتتكلم لو هتبيه دلوقتي هيبقى عندك مشكلة كبيرة طيب حركة قلت نقطة عابرة كده عايزة امسك فيها قطاعات الناشئين في الاسماعيلي قطاع الناشئين في الاسماعيلي كان دايما هو اللي بيطلق المواهب للكرة المصرية كلها مش للاسماعيلي إلا حصل بس انا احب الصراحة والله يا كريم ما اعتقد مني غير الصراحة قطاع الناشئين كان موجود في خالد الاماش ومحمود جابر وابو طالب العيسوي واحمد العجوز فوزي جمال محمزة جمال سطير واسماعيلي وأشرف خضر كنا كلنا بنشتغل خلي بالك كل اللي طلع في النهدي بفضل الله بفضل الله تكلم بقى في محمد محسن كابت نعيد فارق برضو عشان ندل كل واحدة طبعا كابت الناصر الباكستاني كابتالي فارغالي كابتال سونة كل اللي طلع في الفترة دي بص الأسمائك هيتعامل ازاي محمد محسن أبو جريشة أحمد الجامل عبدالله الشيعة عبدالله سيد حسن عبدالرب وأحمد فتحي أحمد فتحي جاي لنا 13 سنة من بنها صح عمر جمال جاي سغير العيبة لا يعني أيمن رمضان محمد صلاح أبو جريشة بتتكلم فأساطير بجد بص العيبة عامل ازاي يعني الواحد خايف يكون سيد حده بتاقده ما هننسى أكيد أبقى حمص لا أحمص إسماعيلي طلع طلع أجيال زي ما بقولها كده دايبا أقول كده إسماعيلي أو قطاع الناشئين في الإسماعيلي كانش بيطلع أجيال لإسماعيلي كان بيطلع أجيال للكرة المصرية طبعا كل الأندية بتستفيد ولا كل المنتخبات بتستفيد من قطاع الناشئين بص الأسامي اللي أنا بكلم عليها دي أسامي قسرت مصر قل لها لعيبة لعيبة فانت كان عندك مدربين يعني إن شاء الله ماهترمي وكان عندك لكواليتي كويس وكنا برضه بنجيب لعيبة كتير بفلوس صحر من برة لعيبة صغيرة بنشتري طب دلوقتي دا مش موجود أحمد فتح جايبين ومن بنها دلوقتي دا مش موجود لأ ومحمد عبدالله من لعيبة دلوقتي دلوقتي مش موجود مش موجود مش موجود مدربين مش موجود مواهب آه شوية هي ظروف صعبة والماديات وبتاعه وكده إن شاء الله الأمور تتحسن يبقى فيه اهتمام بقطاع النشئين فيه اهتمام فيه أدوات الحاجات اللي هتساعدك ان انت تقدر تعمل قطاع كويس عشان كمان المدربين تشتغل بأريحية وتقدر تلاقي مدربين أسماءهم ومدربين عندهم خبراتهم مدربين كويسين يقبالوا انه هم يشتغل صحيح كمتن أشرف دايما بتنور دايما بسعت جدا بتواجدك معايا يا فرحان إنه انت موجود النهاردة في وقت كويس للإسماعيل حبيبي ربنا خليك كريم الحمد لله رب العامين ربنا يكرم فرقتنا الفترة الجاية يركزوا إن شاء الله بطولة مهمة عندنا مطشط زمالك بطولة الكاس الأمور ارتحت وارتحنا كلنا بس بصراحة كورة المطشط دي يعني زمالك قوي جدا ومميز بمدربه كمان وبلعب تفايقين الإسماعيل عنده صحوة ومنتشي ومبسوطين وجهازه الفني محترم وحسس برضه بقيمته أعتقد المباراة تبقى في الملعبين مين أكتر لعيبة الأمنا في زمالك في المباراة دي إمام عشور إمام عشور وزيزو وشكبالة كابتن أشرف مشرف وننور دايما بسعت دايما بتواجدك معا بشكرك شكرا جزيلا شكرا شكرا